طيب ممكن الأسادزة والسيدات اللي موجودين معنا بيشتغلوا بفلوس كتيرة انت في دار نشر وبتفتكري ليه تم هذا الاختيار يا دالية والحمد لله احنا ما بقناش دار نشر هي نعضب مصر بقالها 86 سنة وعادين احنا غيرنا الاستراتيجي من بدري قوي وتحولنا من دار نشر وطبعا دار نشر ما شاء الله بقت كبيرة جدا هي تعطيها من اكبر دور النشر في العالم العربي على الاطلاق حجم الاصدارات عندنا كبير قوي كم حجم الاصدارات عندكو تريبا؟ احنا بنخدم اكتر من 16 مليون طالب في مصر ده من نسبة للمطبوع بنطبع تقريبا ما يقرب من 100 مليون نسخة في السنة وبنشغل مع كل العالم العربي تقريبا بنقلف مناهج في مصر مناهج في الدول العربية مختلفة بنعمل تحول رقمي تحولنا من نشر تقليدي بيعمل نشر ثقافي وتعليمي واطفال وده مهم جدا إلى كمان ان احنا متخصصين في فكرة المحتوى فبنطلع منتجات مختلفة من اول تدريب المعلمين لدخول في التحول الرقمي ايا كان بقى من اول المناهج البسيطة جدا لحاجات للجامعة لشركات توسعنا اكتر بقينا نعمل رسوم متحركة افلام كارتون ومسلسلات كارتون توسعنا اكتر وبقينا بنعمل استثمارات مع الستارتاب يعني الحمد لله اسست شركة ادفانشرز من تقريبا دخلنا على سبع سنين ساعدنا سبع ستة وسبعين شركة ستارتاب وعملنا استثمارات يعني الحمد لله يمكن باخر توقيع وقعنا مبارح دخلنا على رقم عشرين كشركة مستثمرين فيها في مجال التعليم وتكنولوجيا ازاي دمكتي ما بين فكرة دار النشر حتى لو كان فيها تحول رقمي وتطوير مناعك تعليمه وبين فكرة ستارتابس ايه العلاقة اللي بينهم هو الحياة انا بحب قوي ان انا اعمل حاجة لمجتمع فلما كنت محظوظا ان انا اشتغلت في العيلة بس بدأت بقى من تحت خالص وما كنتش الحياة هيشتغل مع العيلة في الاول يعني بس اما اشتغلت مع والدي في نهضة مصر نهضة مصر بدأت امتى من زمان 38 اسلسها جدي احمد البرهيم الله يرحم فانت الجيل التالت انا الجيل التالت اه فالوالد الحقيقة لما ضمني للشركة بدأت خالص بنشر اطفال حتى كنت مساعد يعني طبعا عادي بدأت السلم من تحت بس كنت حابة قوي اللي بعمله ومؤمنة جدا ان بناء الانسان هو رحلة حياة ففضلت اطور نفسي على قد ما اقدر واخدت اتنين مسترز وبكمل دراساتي حيث راجع من هارفرد ما بقى ليش حاجة الحقيقة فكل الدراسات دي علشان اعرف ازاي يختم الناس فانا بدرس الماسترز التاني اللي هو اجزاكتف ام بي اي في جامعة امريكية بدأت قصة المنترشب بقيت اساعد الشباب وعمل لهم منترين ده كان 2013-2014 حبيت جدا الايكو سيستم ده الشباب مبهرين جدا ستارتابس واسأليني عنهم ومن اول ستارتاب عملت لهم منترين خدوا جايزة في انجاز وبعدين انا روحت بالقسرة وقلت لهم ايه رأيكم احنا بدل ما احنا بنعمل كل الحاجات احنا توسعنا دلوقتي ما شاء الله بينا 14 شركة فبدل ما احنا بنعمل كل الحاجات بنفسنا طب ما احنا ممكن يساعد لستارتابس وهم نفسهم يغطوا الفجوات الموجودة في عالم التعليم في العالم العربي كله وفعلا هتلاقي حيطك ان احنا عندنا ستارتابس من اول بتقدم يعني كل مثلا البوست جراجوات كل المتخرجين تعملهم ريسكيلين وابسكيلين نشتغل في كل التكنولوجي عندنا تلاتة من الستارتابس طوعنا واغدين فوربس 30 under 30 فواغدين كل التعليم الفني وكمان لقينا ان احنا كده بالاستثمار ده قطينا التكنولوجيا التعليم بشكل كبير ومكملين الحمدلله المشوار يعني بس لقينا فجوة كبيرة اقوي في التعليم الفني فاسسنا شركة تأهيل واحدة برضو من المجموعة بتاعت الشركات وتخصها في التعليم الفني والتدريب المهني فبتخدم القطاع ده بشكل كبير فتحولت دار نهض في مصر من انها دار نشر الى مؤسسة تعليمية ضخمة صحيح بتغطي كل المجالات اخر حاجة عملناها بقى خالص دخلنا في النيرسيريز في الحضانات في الحضانات كمان لا يعني هو بقت مؤسسة تعليمية نقدر نقول انها مؤسسة تعليمية ليس فقط دار نشر رزبط